بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات المرحلة الثانية العامة مرحبا بكم على قناة ميستر روسر عزة لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجازية وحل أيضا التدريبات المختلفة على المنهة بتاعك إن شاء الله في المرحلة الثانية العامة كاملة بإذن الله كمان شباب معانا على نفس القناة تعيدنا قناة ميستر روسر عزة الصف الثالث الإعدادي أما بالنسبة لطلبتنا وولدنا في المرحلة الابتدائية والصف الاول والتاني الاعدادي. فاحنا عندنا قناة تانية اسمها قناة انجليز اجتدائي عندي اعدادي. ان شاء الله النهار شوية انا ما اطلب اضافة الصف الاول اثنى. وبنسبة لنا كتاب جيم من عمشين تتو عشرين. الوحدة الاثناشة. ان شاء الله هنختتمها مع الامتحان اللي جاي عليها. اجابوا كتاب الانواع. اتداء معك على صفحة تلتمية اتنين وعشرين. بسم الله الرحمن 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 الرحيم اختار اجابتين من الخمس اجابات المتاحة. وبيبقى ده واحد واثنين بس. لكن كالعادة بقى الاسنة بتبقى فيها اختيار واحد. وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ شوية لك فيها? انا وجدت ان الكتاب شيق الى حد منها. ده سنة نمزح هايز بتراضيفات بمعنى شيق ودي صفح. طيب ايه? بمعنى مسلي. تبقى حاجة برضو مش شيقة. ديب عميق. روتد معناها متأصل او متجزر. انترتينينج بمعنى مسلي. زي هاي زي انترستنج. وهيومرس. كلمة هومرس بمعنى ساخر. الكتاب ده كان انترستنج يبقى له صفتين. انه بديل بديل انترستنج. انه يبقى ميوزنج. وانه يبقى انترتينج. بمعنى مسلي او شيء. ادنم لك فيها دي كاسل القلعة is on an island. عليك زيرا سروندد باي. محاطة بي ديب ليك. وحيرة عميقة جدا. يبقى القلعة موجودة على جزيرة. محاطة ببحيرة عميقة. عايز مضاد لكلمة ديب. ديب معناها عميق. عايز عكسها. هزلها اتنين عكسة. روتد معناها متجزر في كزا او متأصل فيه. شلو. شلو معناها ضحل. ضحل معناها عمق وقليل جدا يا شباب. دارد معناها مدفون. نير معناها قريب. سوبرفيشيل برضو معناها سطحي. زي الكلمة شلو ضحل يعني. يبقى هنا وكلمة ديب عكسها شلو. وكمان سوبرفيشيل. نحرك الشاشة عشان نخلي العنوان الجديد ظاهره قدامنا. المرة دي بقى نختار اجابة واحدة من الرجابات المتاحة. اي بي سي اردي. ونبدأ جمنا رقم تلاتة دي البداية. العامل وجه ده ايه? جاي بفراغ. بعد الهجوم. بعد مهاجمة. المدير بتاعه او الاسوف العامل في المكتب. طيب. معناها بريق. معناها مزنب. معناها ضامط. حاجة فيها سر ولغز يعني. حي القوي. وعندي معناها اثبتة. وجد مزنبا. يعني تبين زنبو تأكد انه مزنب في حق المدير بتاعه لما اعتدت. اربعة. اوار نيبر جورج. جارني اسمه جورج. مال معناها جدا مال. لسه. هي هاز نوبادي تو كومينيكيت. ويزمع دوش حد يعيني يتكلم معها يعني يتواصل معها. طيب. معناها اه يشعر بوحدة شديدة. معناها بمفرده. معناها بمفرده. معزوله دي للمباني. او للحجرة دي معزولة. يعني معزولة زي استوديوهات التسجيل. مثلا بيعمل لها عزل عن باقي للحجرة عشان الصوت بتاعه. معناها بطول كزا. يعني يعني رجل يشعر بوحدة شديدة. ما مفعش اقول. عارف لأقول لك لفزي اللون كن نقول لنا ماشي. لكن بانت محتاجة معناها يشعر بالوحدة الشديدة. ليه? ما عندهوش حد يتواصل معها. او ايه طبعا ايه يتكلم معها. خافزوا لك فيها اوارتيتش والمعلم بتاعنا طول لأسلتات اريزاندرا. قال لنا ان اسكندريا وجافرها في نورذ او في ينوب مصر. طيب. لايز بمعنى تقع. ليز ليه بمعنى يرقد وده المضارع بتاعنا. لوكيتز معناها يعين موضع او يحدد موضع. ليز جمع كلمة بليز بمعنى مكاني بديه كده اماكن. لايز ان معناها تقع فيه بسكندريا تقع في شمال نصر. ستة. اول ده نسيسل ستيبسكو الخطوات الضرورية هاد بنتيكن تو تم اتخاذها لايه؟ تباسنجر سيفتي امان الركاب. شير معناها يتقاسم شيء وتقاسم معناوي. انشور بمعنى يؤكد على. ديفايد يقسم والتقسيم منها هو زي ما تتقسم شيء ما بين اشخاص. تغطى على الترطة. تقول لحد يعمل قد نصيبك من كذا. وبرنجي معناها يجلب شيء او يحدر. انشور بمعنى يؤكد على امن وسلامة الركاب. سبع يوكان يمكنك التعرف على الشجرة بواسطة ايه؟ او ارقها. تركيب او بناء. زي مسلا بناء الجملة. معناها استمارة. تمام? وتجيب معنى اه شكل والشكل انه هو. مسلا ايه ده فوم الشكل الاستمار انت كاتب فيها. تمام? اه وعندي بعد كده بمعنى جزر وشيب اه شيب بمعنى الشكل اللي هو اللي هي الشيب اللي هي وغداء بمعنى ايه؟ بمعنى مستطيلة وغد شكل دائري. ادن مقصود كده. ادن مقصود كده. تمام كده? وخلناها اجابة شيب اللي زي ما قلنا اجابة في جملة رقم سبعة وخلاص عين شرحناها. قلنا شيب بمعنى الشكل اللي عليه ورقة هذه الشجرة. يا ترى مستطيلة. اه 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 واخد شكل دائري. اه فيها تحريج ادن مقصودية. نحرك الشرحنا لجملة رقم تمانية هي عنواننا. دول فئة اولان الصموان كزا هو شخص ما. مقابر طولز. الادوات والاشياء الاخرى للناس والتي عاشت في الماضي. مين ده اللي بيدرس المباني والمقابر والحاجات ده كلها للناس اللي كانت في الماضي. اركولوجيست عالم الاثر والاركيتكت المهندس المعماري. ولا مونستر وحش ولا بايرت قرصان. طبعا عالم الاثر هو الذي يدرس ما كان في الماضي من كل حاجة. تسعة. ماي انكل دين كم تو ماي بير دي بارتي عام مقدر الشيكة حفلة علمي لدي. هي كزا اه بدأنا القواعد. هو هنا هو بحاول يستنتج والاستنتاج بتاعه عن الماضي لان الراجل ما جاش. طيب. يبقى نقول لها مصد هبين اكيد كان مجبول وان هو انت المتركة من الاستنتاج بتاعه في الماضي. كانت هبين طبعا متأكد في الاسبات مع مصد. كانت هبين متأكد بالنفي مع كانت هبين. ده الاثنين ماضي. ماي تبيه ده مضارع. شو ده هبين مش بتكلم في استجاسسة بتكلم فكرة ايه بتكلم فكرة ايه شيء كان من وجه فعله في الماضي بس ما تعملش طيب. العم ما جاش. بما انه ما جاش يبقى اكيد كان مجغول يبقى نقول الاستنتاج في الماضي مسبت ما استهب بين اجابة واحدة صحيحة. حرقنا الشاشة مرة كمانا اشعبون رقم عشرة تظهر بطريقة افضل بيقول شي هي وقبل فراغ هي الموبايل فون الموبايل بتاعها. اتصلت بيها من تليفون صديق او صديقة طيب جميلة. يبقى ده معناه الموبايل بتاعها بقى الله يرحمه. خلاص? ضاع. يبقى نول كانت هافلوست مانفية استنتقهوه في الماضي بس ما مانفي. شو ده هافلوست كان ياجب عليها انها تفقدوه بس ما فقدتهوش. لا طبعا لمش استدهاب بالوش عقاب للسنتاج. مص انتهاب ليست لها علاقة للسنتاج. بفضل ايه? مصت من تليفون حد تاني. فيلكم نحضرش بلك فيها الزير وجاب لي فراغ الساند ستورم. كان وجاب فراغ ساند ستورم مع عصفة رمليه. طيب. زي السلس الشوارع مليانة اي رملة. بتغطيب رملة. يبقى انتاجك ان هو ليه حدث كان في الماضي قوي مسبت. اكيد كان في عصفة رمليه. طب نقولها كانت بيه مضارع ومنفي. كانت هافل منفي قوي في الماضي. تمام? مصت بيه مضارع مسبت. ما استهب من ماضي مسبت قوي. هي دي. ما استهب بيه. اكيد كان في عصفة رملية قوية. ليه يا عمي? الدليل ان الشوارع مليانة هريم يعني. طبعا السنتاج للماضي في وجود العصفة. لكن الشوارع اللي هي فيها رملة دي قدامك مضارع. يحد يقولي. يا مستر ما هي قدي مضارع. اه تمام. الرملة اللي شايفها قدام عينيه هي اللي مضارع. بيستنتج منها الماضي اللي هي العصفة اللي كانت موجودة. نشوها فيها دا الريستورانت المغرب والفراغ بي جود. معناها انه هيكون جيد. طيب. ده دايما فاضي. اه بما انه فاضي. يا بان انت كده استنتاج اجلال الحاضر. نقول مست بي. طب ازاي جيد? وازاي ان ما فيش ناس شود بي. شود بي معناها يجب ان يكون. ودي فكرة النصيحة بالادا. مست بي. مست شباب ملاش علاقة بالسنتاج. يعني فاش اقول مست بي جود. ملاش علاقة بالسنتاج. لكنه علاقة بالسنتاج. معناها لا يمكن ان يكون جيد استنتاج في الحاضر من في قابل. حركنا الشاشة عشان غليل المرقب تقطاشا عن ما اقول لك فيها. المفاتيح هالا عطرة بيزة. طيب جميل. لسا عدين عطرة بيزة. شيء قبل فراغ دم. عندما غادرت هذا الصباح. هي انها تشوفه. طب انهم المفتاح للساعة ده. يبا اكيد ما شافتها شيء. يبا انت كده بتستنتاج في الماضي بقوة بس نفي. كنت سيت نمو دارة. كنت هاف سين. ماضي. مانفي قوي. شون انت هاف سين مش بتتكلم في استنتاج اساسا. وليه ما كان يجب فعلا كزا بس انت عملته. استنتاج في الحاضر مسباته ولكنه ضعيف. انا عايزي انا عايزي استنتاج في الماضي القوي المانفي. كنت هاف سين ايجابها سعيح. حرب عطاشر رندا. مالها رندا جا فراغ مي. اباوت هير بروبلم. رندا كزا عن مشكلة مع اجرانها. طب. انا مش متأكد. طب انك انت مش متأكد لبنتها. مش فكر ازاكات قلت لك ولا لأ. يمكن. طب نقول مصت هاف ديها قوية مسبتة. اه ماشي. ديها ليست قوية. قوية منفية. طيب. الاربع استنتاجات في الماضي. مصت قوية جدا مسبتة. قوية جدا منفية. طبعا. اقوى من كنت. طيب نلجح لميت اللي هي اللي فيها عدم تأكد. ويقول الله يمكن تكون قلت لها عن المشكلة بس انا ايه. مش متأكد. خمس صورة تلفون رنج. التلفون رنج. بط ماي مادر دي دينت. هيرت. ماما ما ما سمعتش. بما انها ما سمعتش. اه. يبقى اكيد كات ايه. كات مشغولة في المطبخ. او كات مغضي المطبخ. يبقى السنتاج في الماضي قوي ومسبت. مصت هاف بين ماضي قوي مسبت. كنت هاف بين ماضي قوي مانفي. شو ده هاف بين ليس اللي لها علاقة بالاستنتاج بكلم فكرة ايه. كان يجي بفعل شيء معايا في الماضي بس ما تعملش. لا. انا بستنتاج ان ماما كانت في الماضي استنتاج قوي ويصبر. استجبوا لك فيها مام ووز ماما كانوا اللي فراغت ودات الى والدي ادى ايه في سن التاسع والعشرين اند يمرد اير ليتر وتجاوزه بعدها بسنة. طيب ايبقى ده معنى انها كانت مخطوبة. يبقى كانت مخطوبة. طب يا مثل معناها يلحق ما بين شيء اين هو ربط بينهما زي ما انت بتعمل ايه بقى بتلحق صورة بايميل انت عامل. ده اسمها بتعمل عملية ربط وربط ان هو ما بين صورة وايميل وحاجات زيك. لكن دي مخطوبة دي دي صيغة معروفة. معناها ربطة زي انت ما بتعمل رابط مع الفيديوهات بتاعتك. تمام? ويه بتعمل زي عملية ربط بينه. طيب. طيب هنا الربط بقى ربط مادي. بتمسك بقى حاجات وتروح رابطها ببعضها. زي مسلا رابطة طالعنق لها الكرافات. تمام انجيش دقته معناها مخطوبة لي. تخطبت لوالده في سنة تسعة وعشرين وتجوزه بعدها بسنة يعني على سنة ثلاثة. نروح القطعة. وللكاتب من خلالها بيطرح سؤال وقول لك انت روح تتغابة قبل كده. وبعد كده بيقول لك ايه? هل لك ان انت مروح تتغابة ممكن تكون مروح تشتغابة عن بلاش دي? هل سبق لك ان انت شفت فيلم وثائقي عن الحياة البرية? بيقول الكاتب بيبدأ بقى يكلم بقول اني الغابات هي عبارة عن شيء متنوع من الحياة البرية وهي غنية جدا بها. هناك طبعا يقصد بيها الغابات. يمكنك ان ترى الالاف من فصائل النباتات والحيونات. هذه النباتات والحيونات بتدي عبارة عن سلسلة او ديرة معقدة من الحياة البري. يقول اني كل فصيلة من هذه الفصائل تلعب دورها في التوازن البيئي في الطبيعة. يقول هناك بعض نقاط التشابه ما بين الحيونات التي تعيش في الاماكن المفتوحة. وبيضرب على سبيل المثال الاسد وبيقول ان الاسد هو اكبر الحيوانات في العائلة القطاطية وطبعا هو حيوان مفترس ونموذج له الحياة البرية والعايش في مجموعة. بيقول اني في طبعا الاسود مكان العايش بتاعها هي افريقيا. ولما بتشعر باي ازعاج او مضايقة من الزباب طبعا بيحرك ديله بطريقة معينة. الطعام المفضل للاسود هي اللحوم النية وافضل طعام بالنسبة له اه حيوان الحمر الوحشي. الاسود بتصيد عادة اه في فترة النهار وبتسترخي طبعا من حرارة الشمس طبعا الاسود الذكور تأكل اول ثم باقي العائلة. وفمعظم الحالة الفكرة بيقوم بعملية الصيد هي اه الانسة الاسد. الاسد بصدقه لكنه تقدر طوله بيدي البصمة الاخيرة يعني. لكن المجهود الأكبر بتبزله اه النساء الاسود. طيب اه بنروح بجزء التاني من القطاع بتكلم في عن الحمر الوحشية وهي الحيوان المضاد بقى العكس لان ده مفترس وده مفترس الحمر الوحشية المفترسة بتعيش ببضو في الاماكن المفتوحة وفي عداوة بينها وما بين الاسود لان هي بتاكلها. تمام؟ كل من الاسد والحمر الوحشية بيعيشوا زي ما قلنا في الاماكن المفتوحة علشان يبقى فيها عندهم فرصة للحركة واللعب وما يلزل. الماء مهم جدا بالنسبة للحمر الوحشية ولما بتذهب لي ان هي تشرب مين بقى بيبقى في انتظارها؟ بيبقى في انتظارها المسون علشان تعتدي عليها وتاكلها لكن طبعا الحمر الوحشية طبعا برضو بتحاول تدافع نفسها قدرها المستطع. انتحرك مع الاسلة هي على القطعة والسؤال رقم 17 ده البداية ده عن ده الوورد اريتاة 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 ان هوا زي ما قلنا بمعنى يضايق الشباب اللي هي النوت. الاسود لا تصطط. الا ايه بقى? عم ديزل ورهنجل. الاسد ما بيصططش اذا كان جعان. يعني جعان روح يصطط مش جعان خلاص. هم ريح بقى. اوجه في رغزة كيز عبارة عن مكان. ممكنك ان ترى في انواع مختلفة من الفصائل النباتية والحيوان. طبعا هنا الكلام ده بالكلام عني فورس تلغى. حركت نشاش نقول لكم رقم 20 هي عنوان. اقول لك فيها القطعة بتتكلم عني? القطعة بتتكلم عن الاسود تحديين يا شباب. واحد اقول لك فيها ليونز الاسود جاب الفراغ زيبرا بكوز they like their meat. اه الاسود ايه بقى ان الحمر الوحشية عشان بتحب اللحوم بتاعتها بتهجيمها طبعا نتاك. موست انيما في زيبينج ان وايت اوكن سبيسز المعظم الحيوانات التي بتعيش فيها بقى كان مفتوحة. ايه بقى? ار سيميلر متشابه. طيب عارف هنا كلمة سيم ما تنفعش ايلي هنفيش قدام هزا. عارف لقولك ار زيبرا بكوز طبعا نتاكد اسمي. فراغ في تتعاشهين. مين بقى الوجبة الاساسية للاسد هو الحمر الوحشي. وصلنا جميعا شبابا ونبدأ بالجملة بلغة العربية بولاك فيها هيعترض الكثير من الناس على ما يسمى بالعلم. لانهم يعتقدون انها تخدم الدؤة الغنية وليست الدؤة الفقرية. طيب تجمع نوز بالينا في الحرف سي. نضع عليها خط. والنقشة ونشوف الجملة دي احنا خدناها كده ليه. يعطل كثير من الناس على ما يسمى بالعلمة. تمام? قلينا الحد الحد دي. كويسة ممكن ان يفصلها. مني بيبول اوبجيكتو. يعترض على اللي هي اوبجيكتو. شوف جاية فين في العربي. جاية فين في الانجلش. كنا قلنا في العربي. ينفع كون في جملة فعلية. فكنا بالانجلش لأ لازم كونه تبقى فماشية فاعل فاعل مفعول. ما يسمى. لما قول معناه اللي اللي بقوله عليه كزا يعني. اللي هي لانهما اعتقدون انها تقدم دولة غنية ولا يا سدوة الفقيرة. طيب. اه خد بالك بقى. سيرف اللي قدامك دي المعنى يتصفح الانترنت. مش سيرف معنى يخدم. شايفة? اه غلط. طيب نروح لبي. مني بيبول اوبجيكت تو. وات اس كولد. اه. وات اس كولد هنا هو دي حاجة كويسة مش وحشة. تمام لا. اه اه تو ده سو كولد. يعني ديها بتتقال كده بطريقة ايه كانوا بيهزق بيها يعني الدائم النها يعني اللي بيسموه كزا. اللي يتسمى كده يعني كانها كده. مني بيبول رياكت. رياكت معناها ردة فعل. مش معناها اعتراض. ديها يسمى ايه? اسمها اوبجيكت تو. نروح لجملة باللغة الانجليزية. بيقول فيها one of the first measures to solve the problem of overpopulation is to educate the mass understand the need to have one or two children at the most. ترجم نوزليها في الحرف دي. نخططها عليش نخطمها شوية. تمام كده? ماشي نشوفها بقى مع بعض. بيقول فيها one of the first measures to solve the problem of overpopulation. خلينا نحد الحد دي. احدى اجراءات حل مشكلة زيادة السكانية. اه استو دية هي هي. خلاص كده استو. educate the mass understand the need to have one or two children at most. هي تعليم العدد الكبيرة. اقصد بها العامة يعني. كلمة the massin هو اقصد بها العامة. فهم فهم الحاجة الى ان يكون لديهم طفل او اثنين. طيب قام. احدى اجراءات حل مشكلة التلوث. انت كده بقى ماخدتش بالك من اني. غير كلمة pollution. ركز. احدى اجراءات حل مشكلة زيادة السكانية. تمام كده? هي تعليم الاعداد الكبيرة. فهم عدم الحاجة. انت جبت نافي وما فيش نافيه اثبات. خلاص كده? هنا هو فيها اثبات. فيها اثبات انت عملتها هنا فيه. طيب نروح للحرف احدى مقاسات. انت كده ترجمة حرفية لكلمة تمام? ده غلط. طيب احدى مقاسات حل مشكلة الزيادة السكانية هي تعليم. العادة كده بفهم الحاجة لان يكون لديهم طفل او اثنين على الاقل. وهي مفروضة على الاكسر. ينبقى كده انت عندك ايه? عندك غلطة. نروح ليه الموضوع الانشائي المطلوب منك. مية وخمسينة معاني. سامر كامس. الممسكات الصفية للطلب. طبعا الممسكات الصفية فرصة ان الطلبة يلتقوا من اماكن مختلفة من الدولة. فرصة ان هم يتعلموا لالتزام. موعيد للصحيان. فرصة ان هم ياخدوا ندوات وبيشوفوا حاجات جديدة ويعرفوا معلومات وتبادلوا معلومات عن اماكن مختلفة من بعض. كشبك وننتهى لان احنا جاهب 11 لكي تدب انا معك ان تدائي بعد شرط اصدنا في المزيد. مع معلم خبيل الوزيم السلام عليكم. ناركت.